شونكم خلقوا لكم شغلة دازلي اياها احد من متابع اليوم وشغل نعدي القذلة هذا اللي يبقى هذا اللي يبقى كبر ما شنو دازولي بوست حق شخص بصراحة اضفته وعنده وايد معلومات بصراحة حلوة ولكن في شي استغربت منه الشخص هذا ونعم فيه والله دازولي بوست منه انه قاعد مسوي خلطة شنو الخلطة ما ليشغل بباجر خلطات ولكن الخلطة شنو فيها شدني شيء الخلطة تعطي نشاط وشدي على ذكرة يعني اللي قالها بيكربونات الصوديوم وخلط تفاحة انا سويت شدي حتى حطيت بالاستغرام يصير نشرب هذا مع هذا واذا يصير او ما يصير يذكر لي السبب شنو انا رأيي الشخصي يا جماعة اقول لكم انه هل يصير اشرب خلط تفاحة بعضوي مع بيكربونات الصوديوم انه عساسي عقي طاقة وشدي في شيء يوقف المخ خلقوا لكم اول سؤال راح اسأله الناس اللي فيهم حارج شنو اقول لهم انا اخذه وخلط تفاحة العضوي ليش عشان يزيد حموضة المعدة ولما تزيد حموضة المعدة يعني الحين هذي المعدن زين حمض المعدة كل يوم يطلع ويرض يطلع ويرض يطلع ويرض انه حمض المعدة قوي واللي زيده اكثر اللي هو خلط تفاحة العضوي عشان شي قيت لكم اذا تاكلون اه بروتينات او منتجات مثلا فيها حديد مثل لحم لازم تشربون خلط تفاحة العضوي ليش لان يقوي حمض المعدة ويكسر الحديد ويكسر البروتينات حلو هذا خلط تفاح حمضي حلو حلو وطول ما الاجواء بالمعدة حمضية مستحيل يدش مكروب فايروس او جرثومة معده حلو لان البيئة الله سبحانه وتعالى خالق حمضية واضح نحن؟ ماليش خلط تفاحة الحين اني عند بيكربونات الصوديوم بظاري جاوب بظاري جاوب بيكربونات الصوديوم حمضي ولا قلوي شنو منو الطبيعي والمنطق قلوي انزيل اذا يبنى شي حمضي وشي قلوي يا القلوية تنتصر او الحامضية تنتصر ولكن الادرج يعني ان القلوية تنتصر على حموضة يعني راح تخرب مفعول خلط تفاح اللي هو شنو بيكربونات الصوديوم حلو انزيل خلنا من هذا المعدة حمضية ولا قلوية حمضية الامعاء حمضية ولا قلوية ليه مسالك البولية كلها حمضية ليش؟ لان في بكتيريا وفطريات ما تعيش بالاجواء القلوية فتموت بالاجواء الحمضية عشان تشيء الله سبحانه وتعالى خالق هذا كله فاذا صارت الاجواء كلها قلوية لا راح تزيد بكتيريا وفطريات عرفنا؟ طبعا اذا انا بجاوب جوابي الشخصي ما يصير نحطهم مع بعض لان انتونا نفصلنا هذا قلوي هذا حمضي شكرا نسوي احنا؟ يمكن نسوي شليه اذا نسوي مختبر مثلا نشوف التفاعل جدامنا ولكن ننطر التفاعل يصير بجسمنا عساسا نعرف من اللي يتقلب على الثاني لا هذا غلط طبعا بالنسبة لي يمكن تشوفون شيء ثاني وعندكم عم ثاني انا ما ادري عنه الله العالم بس انا كله درسته كله تعلمته وكله تثقفت فيه انه هذا مع هذا ما يصيرون مع بعض نسي انبو ظهري رح يكحد يقول لك انا لما يكون فيني حارج واشرب بيكاربونات الصوديوم يختفي الحارج هذه النقطة لازم تعرفونا خلا افصل لكم فيه شنو شفايدة البيكاربونات الصوديوم مع الحارج خلكم الحين اقول لكم اش علاقة البيكاربونات الصوديوم مع الحارج شلون يختفي الحارج منه صج يختفي الحارج اذا كان في حارج بيكاربونات الصوديوم بس ما نصعد بتاخله شوفوا الحين حمد المعدة إذا كان ضعيف شنو يسوي يصعد بالمريء المريء ما يصكر إذا كان ضعيف فيسوي لك حرقة بالمريء واضح واضح بيكربونت صاديم شي يسوي الحين هو مو عندك حموضة بسيطة هي اللي تخرب بيكربونت صاديم يقوم يقوم يقللها الزيادة يعني هي كانت فيها حموضة قليلة الحين يقوم شي سوي يخليها قلوية زيادة يخرب الحموضة زيادة فهني تحس الحارج يختفي والأمور طيبة أنت شنو استفدت استفدت أن الحارج راح منك ولكن شلي خربته وخربت أم السالفة أن خليت من المريء للمعدة الأجواء قلوية حيل هني فايروسي ديش بكتيريا ديش جرثومة المعدة اللي هو موجودة أول واحدة ديش ليش لأن الأجواء هني صارت شنو قلوية وهو عموما المريء قلوية نفس ما ذكرت عموما هو من الله سبحانه وتعالى المريء قلوية من المعدة وأنت رايح تحت حمضي فالمريء ما رايح يتأثر أردي لأنه هو قلوية ولكن لا تخرب حموضة المعدة أنت خربتها في أنزيمات قاعد يصنعونك حمض المعدة أنت ش تتوي لهم اتوقفهم فخربت شي كبير وعظيم وضروري جدا أصلا كل الأمراض ما أصلا من حمض المعدة بروتين مع الحديد يدش ما يحصل حمض المعدة غوي ينزل لمعة يقعد يتحفن وبعدها يصير إلى السمي وبعدها يتفاعل ويتخمر وتصير بكتيريا وتصير طفيليات وتصير وايد مشاكل بعدها منه يتعب؟ يتعب الكبد لأن الكبد كل يوم ينطر فيتامينات معادن من يدزلة لمعة 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 اليوم ما دزوله شي باشر ما دزوله شي فالكبد ما يقدر يسوي كل وظائفه خلص ما؟ وانصحكم نصيحة أخو من زين؟ تب تاخذ بالنصيحة اخذها مت ما اخذها قطعة كيفك؟ الناس اللي ما تدري اللي 24 ساعة تستخدم بي كربونات السوديوم كل ما يحوش حار جريح انت تي شن قاعد تسوي؟ قاعد تخرب أجواء المعدة من حمضية قاعد تخليها قلوية حلو انسان خلا سوي لك اختبار وتشوفها بنفسك على اليوم ابيك تاكل اطعمة فيها عديد مثلا كلية لحم وشدة البقر واخذ معهم اللي انت تاخذ بي كربونات السوديوم وروح الحمام راح تشوف الخروج مالك اسود ليش؟ هذا الحديث اللي بأكلك جسمك ما مترسط اللحب عرفت شلون انه ما تكسر وزائد بالمستخبل يعني بعد عنك الشر بالمستخبل يسبب لك امراض السرطان انتبه الله خالقها حمضية انت قاعد تغير اجواءها يعني ليش؟ ليش كشي قاعد تسوي؟ عشان توخر الحموضة والارتجاع اليه لك؟ عالج حاط مليون فيديو عشان العلاج هذا وانت كيفك؟ اشتركوا في القناة